لما رحت المدحف في المصر شفت حاجة حلوة قوي إن أنا شفته شفت تمثيل للملك أمر حطب الثاني موجودة في القاعة اللي فيها واد السبوع اللي هو اللي فيها المعبد بتاع واد السبوع اللي هو تم نقل أجزاء منه في هذه القاعة وافتتحه من أربع شهور على ما أعتقد أو خمس شهور يعني لسه القاعة دي حديثة وبصراحة القاعة دي جميلة جداً والأكتر قاعة اللي نفتت نظري وانبهرت جداً بيها ولما دخلتها حسيت إن أنا دخلت مدحف مش المدحف المصر بتاعنا بتاع زميلة حسيت إن في حداية شوية من ناحية الإضاءة وطريقة العرض وكمان الصور التوضيحية لعملية تقل زي النوحات وفي نفس الوقت نقل المعبد زي نفسه وحاجات كتير جداً دي كانت حاجة جديدة علي أول مرة أشوفها بصراحة في المتاحف عملاً يعني أنا كنت فرحانة جداً بطريقة العرض والإضاءة وزي ما نشأتين الصور هناك طوح فلفت نظري هناك التمثالين دولة لأنهما تمثالين مش تمثال واحد نفس الشكل ونفس يعني صورة تبقى الأصل مع الأسف الراس متشالها والراس لما تشالت كان فيه دقن فالدقن لما تشالت تشالت معاها فتزي ما نشايفين الجزء المفقود ده ده الدقن بس مش عاربة بقى هل هي دقن معكوفة ولا هي دقن ستريت أو دقن مستقيمة اللي هي كان بيربسها الملك أثناء حياته والمعكوفة دي بعد حقوق أثناء موته بس من خلال النبس اللي هو لبسه ده عرفت أنه هو تمثال كان بيستخدم فيه تقصة الحبسد وتقصة الحبسد هي تقصة كان المصرئين القدماء الملوك بالتحديد كانوا بيعملوها كل تلاتين سنة علشان يبينوا لشعبهم أنهما أعدى تلاتين سنة على الحكم لكن أنا لسه في كامل قوية العقلية والجسدية وعند القوة والفحولة أن أنا أقدر أعمل التقوص الخاصة بهذه الاحتفالية اللي كانت صعبة جدا من الناحية البدنية ومحتاجة تركيز وقوة فكان الملكة المصر بيعملها كل تلاتين سنة لكن بعد كده الملوك المصريين ما بقواش يعملوها كل تلاتين سنة بقوا يعملوها في أوقات أقل فبدأ الملوك يعملوا تقصة الحبسد يعني مهرجان الحبسد في حياتهم أكتر من مرة درجة أن الملك أمنحوته التالت عمل التقصة دي تلات مرات في حياة فطبعا كان أعمل التماثيل دي وهي لبسة الرداء الخاص بعملات الحبسد يعني اللبس ده لبس إيه يا جماعة؟ لبس الحبسد زي ما أنتو شايفين؟ الملك هنا ظاهر بتسدي يعني هنا الملك مش ظاهر بالمظهر القوي مفتور العضلات اللي احنا كلنا عارفينه طب إيه السبب ينرفانا؟ لأن اللبس ده بيستدعي هذا المنظر اللبس التاني أو اللي ستايل التاني القوة ده بتاع الحرب ده بتاع القوة علشان الناس يخافوا منه فده اللبس بتاع تقوص دينية مش محتاجة يظهر فيه قوة الملك بالشكل المعروف بس أنا بقى هنا لحظت حاجة لحظت إيه يا جماعة؟ الرداء ده غريب يعني ما فيش تمثيل كتير لابسينه ظهر في عصر الأسرة الثمانتاشر على الملك أمنحوته بالتالي لو لحظت التفاصيل بتاعته من حيث الياء السبعة والتطريز اللي على طرف الجلباب أو على طرف الرداء الشكل ده احنا شفناه فين قبل كده شفناه في القفطان أو القفطان القفطان يا جماعة للناس اللي مش عارفة هو أصلا اسم مصري ورداء مصري تم أخذه من مصر وأجروا عليه الكثير من التطورات اللي خلت شاك حائمين مبهرج أكتر وشكله مختلف شوية لكن الأساس عندنا اسمه قفطان ليه؟ لأنه كان بيتم تصنيعه في مدينة قفط فمن خلال المدينة تم أخذ اسمه وتم نقله ليه أكتر من دولة بنفس الاسم نشيهما الاسم ده أصله مصري أو الاسم ده يدل على مكان الصناعة الأولية ترجمة نانسي قنقر